مع تونس بليبيا وكي نحكيه على العلاقة صحيحة ما بين الشعوب ما بين الدول وبالتحديد اليوم نحن بش نحكيه على الجانب الاقتصادي والتجاري كي نحكيه على الرابط ما بين تونس وليبيا رابط مختلفة ولكن ومتعددة ولكن يمكن الفترة الأخيرة تعرفوا ناس لكل لنفهم تركيز برشة على معبرس الجير والإشكاليات اللي صارت فيما يخص نقل البضاء كنرجع شوية نلقاولي فما دراسة قامت بيع وقامت بيع المعرض العربي رؤساء المؤسسات يقول أنه الإغلاق هذية المطول للمعبر ويمكن يسر زاد الرقم هذية اليوم بعد فترة مطولة النجم يتجاوز من حيث نحكيه على الخسائر الاقتصادية خسائر اقتصادية وازنة وهامة نجم تفوت 300 مليون من الدينارات من هنا لنهاية سنة 2024 إضافة إلى ما هو منظم هناك أيضا اقتصاد غير منظم زاد كيف كيف معروف وبشكل كبير جدا نحكيه على الكوميكس بغالال والإيكونومية أنفو مال اللي تربط ما بين الدولتين واللي قيمها ويقدرها البنك الدولي في حدود 600 مليون من الدينارات سنويا تتعدى على الشكلة هذية بالأساس تقريبا معناتها نحكيه على 10% من المواد المتبادلة هي بالأساس محروقات إشكالية كبرى اليوم صايرة لأنه فم التعطيل كبير فيما يخص نقل البضاء والمبادلة التجارية ولأكثر تفاصيل حول الوضع الرهن حاضر معنا ضيفنا حول تواصل الأزمة بين ليبيا وتونس وشنو أهم الإنعكاسات المتوقعة سيد علي ذويدي كاتب عام غرفة التجارة وصناعة ونساء ليبيا مرحبا بيك أهلا وسهلا وشكرا عن استضافها شكرا لك على الحضور اليوم قداش من اللي توقف تقريبا المعبر عن استقبال الشاحنات شاحنات نقل البضائع المعبر تقريبا مغلق منذ ستة أشهر تقريبا يعني فتحة جانب من المعبر للمسافرين لكن الجانب اللي يخص الشاحنات ونقل البضائع منذ ستة أشهر مغلق إلى حد اليوم هذي فالشاحنات تمر عبر معبر وازن ذهيبة اللي هو أصلا مش مهيئ لحركة تجارية بالكثافة هذي كبابين تونس وليبيا واليوم اللحظه أنه تقريبا أنه دخول الشاحنات فارغة يخو مدة أسبوع فأكثر وخروجها يخو أكثر من العشرين هذا اللي يخلي أنه مع بقية العوامل الأخرى والصعوبات الأخرى تقريبا نحن نقول السوق اللي بيها سنفقدها خلنا مشي معاك النقطة يمكن مهمة أذكرت جزء منها قبل قلتنا البنك الدولي يقول لي تقريبا ستمائة مليون من الدينارات في العام اليوم يقول لك والتوقعات من الغلق المعبر هذي تحديدا نحكي على سجير ممكن الأرقام هذي تتجاوز المليار ومئتين مليون دينار بسبب الغلق نحكي على الكوميرس بغاليل نحن ريال ما معناش تقييم موضوعي وصحيح تصورات هي هي توقعات اللي نعرف أنه كل ما نزيده صعوبات على الطرق الشرعية والقانونية كل ما التجارة الموازية تقوى وتاخو حيز أكبر أحد الآن رغم أن الحكومة الليبية المدة الأخيرة اخذت عدة قرارات للتضييق على المهربين خاصة في مادة البنزين إلا أنه التجارة هذية رأي ما يوقفها حتى قوة وإحنا إذا كان الأخوة الليبيين مضايقين من تهريب البنزين لتونس فإحنا زادهم مضايقين من تهريب المواد المدعمة اللي هي المعجنات وغيرها اللي تمشي الليبيا بسعر مدعم من الصندوق التونسي هذه تقريباً التصورات العامة لكن إحنا المعبر نجمنا نجمنا بطريقة باش نثمن لشركات الكبيرة اللي عندها حركية مكثفة مع ليبيا ولا تخدم عن طريق البحر رغم الكلفة العالية ولكن إضافة لهذه المشاكل مع المعبر أدت مشاكل أخرى تراكمت علينا خاصة في الأشهر الأخيرة هذية اللي خلات المصدر التونسي كاد يفقد السوق هذية هاي تحكينا شوية على بعض الإشكالية خلو بديو سعب الإشكالية الكبرى بش نحكيه على رقمها في الستة الشهر هذو ما اللي يتسكر فيهم المعبر عندكم فكرة أو تقدير لمستوى الخسائر تقريباً عندنا أم بورسنطاج تقريباً أم بورسنطاج ثمى ثلاثين فاربين في المية خسائر تراجع في حجم الصادرات هذية لكن نقول أنه المعبر إيه سبب رئيسي لكن ثم أسباب أخرى ما هي تلك الأسباب الأخرى وعلى قدر كبير من الأهمية أنت تعرف المواطنين الكلين يعرفوا أنه منذ الأخير منذ شهر صار خلاف ما بين الناحية الشرقية والناحية الغربية حول مصير مصرف ليبيا المركزي الخلاف هذا أدى إلى تقريباً توقيف كل الاعتمادات للمواردين الليبي اللي نحن نتعامله من خلال الاعتمادات هذه وحد الآن التاجر الليبي اللي يورد من تونس مضطر أنه يمشي للسوق السوداء بشيخوا السوق الموازية بشيخوا منها الدولار اللي أصبحت آمس آخر تطورات متع الدولار مقابل للدينار الليبي فات عتبت ثمانية دينارات هذا رقم لا يسمح أبداً أن المواطن الليبي يلقى الطلب بمتاعه في السعر بالسعر المقبول نحن عادة كانت عنا 30% من صادراتنا تمشي عن طريق الكاش يعني تاجر الليبي يجيب فلوسه ويعمل أقرار بالعملة في الديوانة بطريقة قانونية ويدخل إيش سلعته بطريقة قانونية اليوم إذا كان دولار بثمانية دينارات لا المصدر التونسي يلقى حقه والمواطن الليبي يلقى حقه في النهاية المواطن الليبي إما أن السلعة تفقد السوق وبدنا نلاحظه في شح في عديد البضايا في السوق الرئيسي في الكريمية اللي هو سوق المواد الغذائية في طرابلس بدنا نلاحظه شح في عديد المواد ولكن والارتفاع الأسعار هذي اليوم إذا كانت العملية تواصلت مدة أخرى وإحنا نتوقع أنه مش تتواصل مش طول أزمة عليش توقع سلبي هذا الخلافة اللي داخل البنك المركزي الليبي تسمية الرئيس السابق والرئيس الجديد حتى الأمم المتحدة دخلت فيها بوساطة ولن تفلح بذلك الخلاف ما بين الشق الشرقي والشق الغربية حكومة الوحدة وحكومة الشرق هذا هو اللي يخلي الأمور ما زالت تتفق اليوم البنوك الليبية حتى بنت ميحلك اعتماد كيفاش مش كون اللي سمعته أنه ثم بنت تونسي ليبي اسباني هو اللي يعطيه الاعتمادات بحيث وانا التاجر الليبي المشيشي من تونسي مشيسي من اسبانيا فهمت العمليات كيفاش نخسر واحنا الأسواق نحورة فانا بهالطرق الملتوية هالي في الوضعية هذي كيفاش يتعاملوا اليوم على الشكلة هذي لكان ما فهماش اعتمادات فهماش اشكاليات في السداد معنات شنوه بالضبط كيفاش تصرفوا معنات حتى لكان فهماش امكانية أو فهم حل للنقل كيفاش يكون كبار المصدرين يمشيوا للنقل البحري رغم التكلفة العالية لكن في المقابل فهماش اشكاليات الجذرية أخرى معنات كيفاش تعاملوا معها احنا توا الصعوبات تتراكم من جميع النواحيين التاجر قدت شركات تونسية مصدرة سلمت يعني ما عادش تقدر تتعامل بالطرق هذية كيف تقول سلمت شو معناتها يعني فقدت حرفها يعني اغلقت ابوابها يعني مع وقفت نشاطها احنا احنا رو الشركات التونسية ما تخدمش مع حريف اوجيها فقط اي انا النوع هو حرفانة ومعناش كان السوق الليبي يعني اسواق اخرى لكن السوق الليبي لعديل المؤسسات وهي كثرة بتقريبا 400 مؤسسة تونسية اهم سوق للتصديل عندها هي ليبي فهذا يخلها توا اما تلوج على اسواق اخرى او انها تحاول تتأقلم بطريقة اخرى من ناحية الاسعار من الضغط على الكلفة باش ينجم المواطن الليبي يلقى البضاعة هذه باسواق معقولة احنا كما حكيت لك المشاكل مشاكل المعبر مشاكل الاعتمادات يعني والقوانين اللي كل يوم تطلع قوانين جديدة معناتو من غير ما نحنا نكونوا متهييلها هذا يخلى كما شنوة مسلا من ضمن القوانين المقلقة ومزعجة ومعطلة للمصدر التونسي اخيرا احنا كنا نحاول نحل المشكل المواصفات عند التصدير لانو احنا عنا اتفاقية الاعتراف المتبادل بالشهاية المطابقة للمواصفة والمصدر التونسي يلزم يصدر حسب المواصفة اللي بيها احنا عنا شركات عندها خطوط انتاج تونس وليبيا يعني ما سماش واحد يصنع حاجة تونس وحاجة ليبيا المواصفة مثلا نعطيك مثال في مادة التماطم احنا المواصفة الصلوحية متاع الحق التماطم هذه السنوات في ليبيا شرط عام ونص فخلا تم بلوكاج الحمد لله احنا اتصلنا احنا اللي ربما نقطة النقطة الايجابية في تعاملنا مع السوق الليبيا انه نتعامل ويكا باريحية وبحوار وعادة نوصل للحلول مع الجانب الشعبي مع الجانب الرسمي الحكومة احيانا ما نلقاوش حلول خاصة في غياب غطاء سياسي من طرفنا احنا اللي يخلي الحكومة الليبية تتماشى معنا اليوم كتقول غطاء سياسي تعتبر انه المصدرين التوينس وحدهم اليوم في محاولة ايجاد حلول مع الجهة الليبية في التعاطي مع الجهة الليبية معتها ما فماش دفع من الجانب التونسي الرسمي؟ اعتقد انه ما فماش ما يكفي من الدفع لانه نعطيك شنو منتظر؟ عاتيني شنو اللي تنتظروا انتم من الجهة الرسمية التونسية لي ايجاد حلول؟ شنو التوقعاتكم وشنو تطلبوه؟ احنا عنا ديون شركات تونسية في ديون المصاحات ديون شركات المقاولات هاليا لحد الان مصارش فيها حل يعني الحكومة التونسية شو لازم اتعمل اليوم؟ انا مانيش مشنو من عليها شو هتعمل ليل انتم تعرفوا تعرف تقريبا شوني مطلوب ما يلزم يلزم ضغط كافي باش الحكومة الليبية تعطينا حق الشركات هذية اللي فيها من افلس سابنوقف على باب الافلس في المصاحات ثم شركات ثم مصاحات سكرت يعني مدالة كبيرة هذا كي نحكي على الجانب السياسي هذا نحكي على نقطة اخرى وبما ما يتحرج البعض نحكي عليها احنا توا نتعامل مع نصف ليبيا ولا ثلاث ليبيا لانه الجانب الشرقي ما عندناش مع تعامل سياسي فاشنو اللي يخليني انا نخسر حريف في بنغازي ولا في برقة ولا في طبرق هو الموقف السياسي لحد الان ما هوش متبلور بطريقة والحة احنا اخيرا مشينا هزينا وفد من رجال العمال البنغازي وحبينا نفتح شوية السوق ولقينا امكانيات كبيرة العمل لكن البلوكاج هذا بوليتيك هو اللي يخلينا ما نتممش يعني لو العقود اللي أبرى منه هو الجانب هزيه فالتغطية السياسية او الدعم السياسي للمؤسسات هو اللي يخلينا ان اماناته نقدم ولا نوخر هوني مش ناخد مثال معاكس شوية ما تخطي انت مقبلها تحكينا سعدي تودي عن الوضع بالنسبة للمصادرين لتونسين فما الاشكالية هذي كل ما تطرحش مثلا مع منافسين من نوعي اخر كيما تركيا مثلا اللي فما الاشكالية من عارش مناسة اللي كانت هنا الاشكالية القانونية والإدارية البنكية المالية هل تطرح بنفس الصيغة مع المنافس التركي ما اعتقدش ان تطرح بنفس الصيغة اولا ساعة كي نحكي لتركيا اللي هي المنافسة الأكبر اللي نحن في ليبيا حضورها السياسي والاقتصادي والاجتماعي في ترابلس وفي ليبيا بصورة عامة حضور مكثف بحيث رجل الأعمال التركي روحه مدعوم وين بيمشي في المناقشة المناقصات في المناقشة المدعوم ثم بنوك تركيا في ليبيا احنا رجل الأعمال التونسي كيمشي لترابلس ميلقى حد معاه كل المقاولين اللي نجموا يتحصلوا توا على بعض المشاريع بسيطة نعتبرها مقارنة بالمشاريع تحصل عليها لجانب التركي أو لجانب المصري انا انا نقول برافو للناس هادوما رغم الصعوبات ورغم الغياب كي ما قلت لكم تعالدعم السياسي وحتى الدعم المهني نقول لانه احنا بيدنا انا كغرفة تونسي الليبيا حاضر مع المقاوليين لكن مش بالدرجة اللي النجم عندي القدرة وعندي الفعيلية والمصدقية بايش نجم نعاونه هذا المقاولة التونسي والمصدر التونسي يلقى روحه في ليبيا وحده ما عنده حتى سند اذا نقولوه احنا في اتحاد صناعة وتجارة السيد الرئيس الاتحاد عم ناول هز فريق كامل وعم درنا كل الوزارات واستضفنا رئيس الحكومة اللي حكومة واحدة ليبيا في مقر الاتحاد وقال لنا كلام اللي كنا نتمنوه ما كناش نتمنوه حتى نسموه شطرو سمعنا كلام وعود وفي ظرف عشرية تخيلو ما انتنكم تسموه حتى اي اي بضبط طيب كناش تخيلوه لكن في الاخير ما صرحت شي من كلام هذا احنا علاقتنا الاكثر توا مع ليبيا هي علاقة شعبية علاقة ابنيناها بالثيقة مع المواطن الليبي مع التاجر الليبي مع المستهلك الليبي المستهلك الليبي هو سندنا اليوم احنا كيمشي توا تمشي المرأة تمشي للسوق بتشري ما تشريش حقه تماطم ماهيش تونسية تلوج على السلعة التونسية احنا عودنا حريفنا والبضاعة التونسية اخذت صمعة قويصة في ليبيا هذي تقريبا سندنا الوحيد تو في ليبيا مع انت جودة الخدمات وجودة المنتجات والثيقة ما بين رجل الاعمال الليبي والتونسي انت تعرف انه في خلال الحرب 2011 وقتا لرجال اعمال اقبار خرجوا من ليبيا باعتبار انتمائاتهم السياسية احنا قادنا نتعاملوا معهم بثيقة بالكلمة ايجا السلعة تقوى بعد عام اثنين تتصلح لهم وخلصني فجانب الثيقة مع التاجر وجانب الثيقة مع المواطن الليبي والمستهلك الليبي هو اللي خلانا نلقوا واحنا ما زال عنا حيز صغير في السوق الليبي هل هذا يكفي حتى تتواصل يتواصل العمله وتواصل عملي التصدير وتتطور العلاقات هل اللي تحكي فيه يكفي مقارنة بدول ومنافسين عندهم وزن كبير اللي يفسقوا ليبيا ويتجاوزوا مختلف الاشكاليات بنك اسباني ليبي وهو يحل في الاعتمادات للتجار اللي يأخذوا من اسباني اما بقية المعطيات احنا ننفردوا بيها واحنا هدايا وزيد على هدايا ويجبني نقول لكلام هدايا انه احنا بدينا احيانا نعطلوا في امورنا كيفاش احنا كما قلت لك احنا عودنا المستهلك الليبي على جودة معينة وعلى بضاعة معينة وقت الجي اليوم ادارة من الادارات كل دا نمنع تصدير الحليب وتصدير الطماطم باي انا خرجت من السوق المواطن الليبي اللي كان يأخذوا مني في الحليب وفي الطماطم من شقر ما يستهلكش ما هو ما يجيب الطماطم والأحليب من شراء اخرى فهمت وصعيب بيش نرجع للسوق هدايا بدعوة انه الاكتفاءة الذاتي وما خلوش السوق المحلية يعني تحتاج هدوما اسباب واهية لانه كنا نجم نوردوا ونصدروا ونخنوا في الاتجاعين هما الحريف الليبي اللي عودته عندي عشرين عام وثلاثين عام ياخو بطماطم معينة منجيبش نحي هالو دوها با معناته بسبب انه الطماطم ناقصة في تونس اللي ارى بحكوك اللي عندي تقسمها من ايه اك نراي فهمت ربما ناس اخرين يفكروا بتبكير اخر ختاما شنو اللي نجم يكون الوضع لك انت تواصل العملية على ما هي عليه اليوم من خلال غلق المعبر من خلال الاشكاليات الإجرائية والقانونية الإدارية اللي كنت تحكي لها هالكل شو نجم يحدث؟ شوف انا ما نحبش نعطي لوحة سوداء مثل اللوحة واقعية يعطينا لوحة واقعية اولا بالنسبة للمعبر اليوم بس كانت عندي اتصالات وعدوني وعدوني انه يوم تسعة وشرين الشهر الحالي يفتح المعبر وهذا متنفس كبير ان شاء الله يتم انا بقول ان شاء الله يتم جاتنا عود قبل ما ما تنفتدش كتقولوا عدوني جات رسمية ليبيا هذي؟ جات رسمية ليبيا وقع قرار من على مستوى بزارة داخلية في ليبيا وان شاء الله يوم تسعة وشرين يوم تلاثين يفتح المعبر وهذا كما قلت لك متنفس كبير اللي نحنا بش يريحنا برش عناه برش عشاء واحد زي ما عقيت لكم بك احنا كما قلت لك عنا رصيد من الثيق ومن المعاملات الطيبة مع عرفانا ومن الجودة اللي يخلينا مهما مهما تتفاقم المشاكل لانو مش نبقاو موجودين من نخرجوش بالسوق الليبي لاننا سوقنا وعنا فيها اولوية وعنا نقاط قوة عنا صحيح نقاط ضعف مقاردة بالمنافس لكن عنا نقاط قوة المهم توا يلزمنا نخرجوا من البوتقام تاع المنطقة الغربية اللي هي منطقة مسكرة وضيقة باش نمشوا للجنوب الليبي باش نمشوا للشرق الليبي باش نحاولوا حتى عن طريق الجنوب الليبي اليوم ما مر مفتوح للبلدان الافريقية لو انه معبر ذيبه تقع فيه اصلاحات كافية باش ي وصبح قادر على تحمل العملية النقل وليقاب للنقل هذي ولو أنه اللي تحكي فيه في جانب كبير تحكي مقبلة على السياسة في جانب كبير سياسي معناتها أنك تولي فما إمكانية أنفتاح على الجهتين هذي يا زادة تعرف من هي حلو مرتبط تقريبا بقرار سياسي أنا ديما نجنب أن نحكي بالسياسة لكن تبرض روحها أحنا اليوم مشكلتنا مع البنك المركزي مشكل سياسي مش مشكل آخر منجمش ما قولوش إن شاء الله تتحل الأمور شكرا لك سيد علي ذويدي تبعا مغرفة التجارة والصناعة التونسية الليبية هتيك صح لحضرك بحضين هتيت مكان حول الأزمة في التعاطي اليوم وتواصل الأزمة في ليبيا وانعكاساتها على سوق التونسية مقارنة تنديمة لأنوذي نقدمهما جدا ببقية المنافسين شكرا للمرأة أخرى لحضرك بحضين نحن نزلنا مواصيل معكم فلاش بوغس بعد رجعين